السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليوم تفسير رؤية الماء العكر في المنام فتابع معنا أولا تفسير رؤية الماء العكر لابن سيرين يقول ابن سيرين أن رؤية الماء العكر في المنام يعبر على قصرة الأعباء والخلافات التي تحدث في الواقع كما أن تدل هذه الرؤية على أن الرأي يعاني من ضيق في حياته أما رؤية الإغتسال بالماء الوسخ فيدل على زوال ضيق الرأي كذلك تدل هذه الرؤية على المرض الذي يعاني منه الرأي وعلى قصرة الأحزان والهموم التي تلاحقه بشدة كبيرة تفسير حلم الماء العكر للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم برؤية الماء العكر فيدل ذلك على قصرة الأعباء التي تمر بها الفتاة وزواجها الغير صالح كما تدل رؤية الماء العكر أو الوسخ في الأرض على تحطم الفتاة العزباء وعلى فعلها لبعض المعاصي والزنوب كذلك تدل رؤية الماء العكر في المنام على فعل أمر ما مخبأ ثم يفضح أمام الجميع ويدل على قصرة المشاكل والخلافات في حياة الفتاة العزباء تفسير رؤية الماء العكر في المنام للمتزوجة رؤية المتزوجة أنها تقوم برؤية الماء العكر فيدل ذلك على زوال همومها وعلى حملها القريب بالزرية الصالحة كما تدل رؤية تعكير الماء في منام المتزوجة على قصرة المصائب والهموم التي تعاني منها كذلك تدل هذه الرؤية على الخلافات الكثيرة بينها وبين زوجها ثم تزول وتدل أيضا على القرب الذي سوف يقع فيه زوجها تفسير رؤية الماء العكر في المنام للحامل إذا رأى المرأة الحامل في المنام أنها تقوم برؤية الماء العكر فيدل ذلك على تيسير أمورها بعض صعوبة كبيرة وتدل على السعادة بعد الحزن كذلك تدل رؤية تنظيف الماء العكر في المنام على زوال الخلافات والهموم وأيضا يدل على اقتراب موعد الولادة ويدل على سهولة ولادتها تفسير رؤية الماء العكر في المنام للرجل إذا رأى الرجل العازف في المنام أنه يقوم بشرب الماء العكر فيدل ذلك على قصرة الصعابة التي يمر بها في حياته وعلى المشاكل كذلك تدل هذه الرؤية على التحاق بوظيفة جديدة بعد تعب وعناء ومشقة مع الحياة وأيضا على السعادة والسرور كما تدل الرؤية على زواج الرجل العازب من فتاة صالحة زومة كان مرموكة كبيرة وإيمانها بالله سبحانه وتعالى تفسير حلم الغرق في الماء العكر تدل رؤية الغرق في الماء العكر في المنام على قصرة الديون والالتزامات المالية وعلى غرق الحالم بمشاكل وضيك مالي رؤية السباحة في الماء العكر تدل على جهل الحالم وعدم معرفته بما يجري من حوله المشي في الماء العكر تدل على تهور الحالم باتخاذ بعض القرارات وتسرعه في خوض التجارب رؤية الماء المتسخ في المنام الذي يحتوي على الشوائب والأوساخ يدل على الأموال المشبوهة أو سلب حقوق الآخرين وترمز الرؤية أيضا إلى الزنوب والمعاصي وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء